اشتركوا في القناة إلا بالعلم وتحصيله قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولد المرب الفاضل الأستاذ عبد العزيز محمد عبد العزيز العتيقي سنة ألف وثلاثمائة للهجرة سنة ألف وثمانمائة واثنين وثمانين للميلاد وهو سليل أسرة عريقة في العلم والدين فجده لأمه الشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي كان قاضي المجمع في نجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة تلقى الأستاذ عبد العزيز العتيقي تعليمه عن مشايخ المجمع في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم جده الأول الشيخ إبراهيم العتيقي والمطوع عبد الله بن سيف والمطوع عبد الله الفاخر والمطوع أحمد بن عبيد كما تتلمذ في مصر على الشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ أحمد أفند الديك والسيد طاها والدكتور محمد صدقي ودرس في مدرسة دار الدعوة والإرشاد بالقاهرة بين الفترة ما بين ألف وثلاثمائة وثلاثين وألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين للهجرة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رد العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أصحابه وسلم أجمعين هناك محور أساسي في حياة الشيخ عبد العزيز العتيقي يجمع كل نشاطاته وأفعاله وكتاباته وهو الدعوة إلى الله تعالى والتعليم تجده بعد أن أتم مبادئ العلم الديني في بلده المجمعة في نجد تاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم فذهب إلى دار الدعوة والإرشاد في جمهورية مصر للاستزادة مع الشيخ محمد رشيد رضا وهناك أرسل رسالة إلى صديق له في مدينة البصرة بالعراق يشرح له ما في هذه المدرسة من مناهج ومن أساليب تعليمية وهي الوثيقة الأولى لعل هذه الوثيقة النادرة هي الوحيدة التي تصف من داخل المدرسة ما كان يحصل فيها فشرح المناهج وشرح أساليب التعليم وشرح المواد من فقه ومن تفسير ومن عقيدة ومن خط ومن جغرافيا ومن مبادئ الصحة ومن لغة إنجليزية ومن حساب ومن هندسة وما إلى ذلك من الملاحظات التي سجلها في أسلوب التعليم أنه كان حواريا إلى درجة كبيرة وأن المدرسين يتمتعون بدرجة عالية من الحلم وسعة الصدر في الاستجابة إلى الأسئلة والمناقشة وكأن هذه الجمعية يقول الشيخ عبد العزيز فكأن الجمعية قد اختارت هؤلاء الأساتذة ليرب الطالب على مبادئ الحسنة حائزا لسعة الخلق والسجاية الشريفة وبالإجمال فإلقاء الدروس عندنا أشبه شيء بمذاكرة مجلس المبعوثان يقصد البرلمان التركي العثماني في ذلك الوقت وعن الطلاب ذكر تعدد جنسياتهم ثم تحسر وقال أما جزيرة العرب فليس منها أحد غيري فواءس في العظيم لهذا السبب وبهذه التربية وبهذه الخلفية تجده عندما استلم مدارس ومعارف البحرين قاب بتعديل مناهج الدراسة حتى تشمل القراءة والإملاء والتجويد والحساب والفقه والخط والهندسة كما في الوثيقة الثانية وهناك كانت هذه المدرسة هي مجرد مدرسة ابتدائية ولكن كما نلاحظ أن مناهجها تعادل المدرسة المتوسطة في يومنا هذا ثم أنه استمر على هذا المنهج منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فعندما التحق بخدمة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية قام بأدوار متعددة هناك ولكن نذكر منها دورا واحدا كان هناك شخص اسمه محمد عبد الرزاق حمزة وهو عالم مصري مقتدر دعاه الشيخ عبد العزيز العتيقي للاتحاق بخدمة الملك عبد العزيز فلب النداء وتم تزكيته لذلك وكتب مقالا في مجلة أم القرى وهي الجريدة الرسمية بعنوان الطواف والمطوفون هذا المقال ربما أثار غضب بعض الناس وخاصة المطوفين الذين كانوا يمارسون هذه المهنة فذهب كبيرهم واستحب معه الشيخ عبد الله الشيبي وهو سعد الحرم الشريف ذهب لمقابلة الأمير وكان الأمير في ذلك الوقت مشاري بن سعود نائبا عن الأمير فيصل بن سعود فلما عرف الأمير بقدومهم استدعى مستشاره الشيخ عبد العزيز العتيقي واختلا به وبعد ذلك قام بمقابلة الشاكي والشيخ عبد الله الشيبي فطيب خاطرهم وأرضاهم هذا هو من نماذج حكمة الشيخ عبد العزيز العتيقي وتلطفه في الدعوة وحتى مع المخالفين تقلد الأستاذ عبد العزيز العتيقي عدة مناصب منها مدير معارف البحرين في الفترة ما بين عام 1339 و 1342 للهجرة وعضو لجنة اتفاقية تسليم مدينة جدة من الشريف علي بن حسين إلى الملك عبد العزيز بن سعود عام 1344 للهجرة عام 1925 للميلاد وعمل مساعدا ونائبا للأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود حاكم مكة المكرمة في الفترة ما بين عام 1344 و 1345 للهجرة وكان عضوا في مجلس الشورى للهيئة التأسيسية لحكم الحجاز الشيخ الجليل عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد العتيقي من أسرة العتيقي التي يرجع نسبها إلى قبيلة حرب المشهورة وهذا العالم ولد في عام 1300 للهجرة الموافق للميلاد 1882 في بلدة حرمة بإقليم سدير المجاور لبلدة المجمعة وهي عاصمة سدير ولد هذا العالم وهو من أسرة علم فمن أجداده الشيخ سيف بن حمد العتيقي الذي أدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته فتعلم هذا العالم على يد جده لأمه وكان قاضياً للمجمعة وأخذ عنه الفقه والحديث والنحو والتفسير وحفظ عليه القرآن وكذلك تعلم على الشيخ أحمد بن عبيد وعلى الشيخ كذلك عبد الله الفاخري فلما أخذ عن علماء بلده وكان لأسرة آل عتيقي مكتبة وقف في المسجد وهذه المكتبة فيها أمهات الكتب فيرجع إليه الشيخ ويتعلم فلما أخذ عن علماء بلده انتقل برحلة علمية إلى جنوب العراق إلى الزبير وأخذ عن عالم الزبير في وقته وهو محمد الرابح وكان مدرساً في مدرسة مزعل السعدون فأخذ عنه العلم ثم رحل إلى البصرة وأخذ عن علماء البصرة وهناك في البصرة تعرف على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار وهو لبنان الجنسية ونزل في مصر وبنى داراً وهي دار الدعوة والإرشاد ورحل إلى الكويت وإلى العراق البصرة وغيرها فحثه الشيخ محمد رشيد رضا بالسفر إلى مصر للدراسة في دار الدعوة والإرشاد الذي أنشأها وهي تعلم الخطابة وتعلم الفقه والحديث فانتقل الشيخ إلى مصر في عام 1911 فدرس في هذه الدار التي بمثابة كلية ودرس فيها لمدة سنتين أخذ هذا العلم من العالم والشيخ محمد رشيد رضا ومن غيره من أهل العلم كالشيخ أحمد أفندي وأخذ عن غيره من العلم ثم في عام 1913 تخرج من هذه المدرسة وهذه الدار وهي دار الدعوة والإرشاد وبقي السنة فحصلت الحرب العالمية الأولى التي تسمى بالحرب العظمى فأرسل الشيخ محمد رشيد رضا عددا من طلابه برسائل إلى زعماء العرب فأرسل الشيخ عبد العزيز العتيقي إلى حاكم نجد وهو الملك عبد العزيز وأرسل محب الدين الخطيب الشيخ محب الدين الخطيب إلى حاكم البصرة وكان طالب النقيب فرحل الشيخان إلى البصرة في رحلة شاقة وفي ذهابهم إلى البصرة إذا بالإنجليز احتلوا البصرة وحبس الشيخ هناك لمدة سنة في السجن وكان يراسل الشيخ محمد رشيد رضا بالشفرة ثم بعد سنة من سجنه خرج الشيخ وانتقل إلى القطيف وعمل بالحساب للملك عبد العزيز في القطيف عمل بأعمال محاسبية في عام 1916 ثم تعرف هناك على التاجر علي إبراهيم الزياني من البحرين وقال له بأن يذهب معه إلى البحرين لإنشاء مدرسة فأنشأ مدرسة أهلية وهي أول مدرسة في البحرين ودرس فيها وعلم فيها وكان مديرا لهذه المدرسة وهي في المحرق ثم ذهب في هذه الفترة الشيخ إلى الكويت ودرس في مدرسة المباركية وعمل بالتجارة من الأحساب إلى الكويت إلى نجد ثم رجع إلى البحرين وأنشأ مدرسة أخرى وصار مشرفا لدار المعارف أي وزيرا للتربية في البحرين وكان مشرفا على مدرسة عربية ثم رجع بعد هذه الرحلة إلى المملكة العربية السعودية وصار مع الملك عبد العزيز فلما علم الملك عبد العزيز ما عنده من العلم والفقه وأنه قبل ذلك عمل بالقطيف لأعمال محاسبية للملك عبد العزيز ثم صار نائبا للأمير فيصل بن عبد العزيز وفيصل بن عبد العزيز الذي بقي ملكا للمملكة العربية السعودية بعد ذلك كان هو نائبا له ومستشارا له وعمل معه في هذه الفترة ثم صار أول عضو لمجلس الشورى التأسيسي أول عضو لهذا المجلس ثم عمل مع الملك عبد العزيز وكتب في هذا مقالات في أول جريدة وهي أم القرى ثم رحل إلى المجمعة والمجمعة افتتح مدرسة أهلية في عام 1926 ثم ذهب بعد ذلك إلى الكويت وعمل بعدة مدارس هناك كمدرسة المباركية والأحمدية والقبلية ومدرسة الفحيحيل كان مدرسا وناظرا لهذه المدرسة التي اسمها الآن بمدرسة عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي عام 1954 تقاعد هذا الشيخ من هذه المدرسة وتفرغ لتربية أبنائه وأحفاده وتعليمهم في المنزل حتى عام 1969 توفي هذا الشيخ وقد بلغ من العمر ثمانية وثمانون بعد هذه الرحلة العلمية الحافلة التي نشر فيها هذه الدعوة من دول شتى ومن لهجات شتى ولغات شتى صابرا على نشر العلم والكويت لم تنسى فضله وبنت مدرسة في منطقة الصليبخات وهي مدرسة عبد العزيز العتيقي مبينة لإثبات هذا الاسم العلم لهذه الأجيال وهي مدرسة بنين ابتدائي فالإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يجعل هذا العمر القصير لنشر العلم حتى يبقى له بعد موته لأن الناس إذا ماتوا وذهبوا لم يبقى لهم من هذه الدنيا إلا ثلاثة أمور وهي الصدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه يعد المرب الفاضل الأستاذ عبد العزيز العتيقي من أوائل الدعاة الذين ساعدوا في نشر الدعوة الإسلامية في شرق آسيا حيث شملت دعوته كل من إندونيسيا والملايو والهند كان يدعو رحمه الله إلى إدخال العلوم العصرية والمناهج الحديثة في نظام التعليم وقد درس في المدرسة المباركية ثم أصبح ناظراً للمدرسة القبلية حتى سنة 1368 للهجرة سنة 1948 للميلاد ثم ناظراً لمدرسة الفحيحيل الابتدائية في الفترة ما بين عام 1368 و1376 للهجرة وعلى غير المعهود عن أقرانه ترك لنا الأستاذ الفاضل عبد العزيز العتيقي مذكرات مخطوطة تتلمذ للأستاذ عبد العزيز العتيقي كثير من أعيان البحرين والسعودية والكويت السادة خالد أحمد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق وعبد الرحمن سالم العتيقي مستشار صاحب السمو أمير البلاد وراشد عبد العزيز الراشد وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلس الوزراء توفي المرب الفاضل الأستاذ عبد العزيز العتيقي سنة 1389 للهجرة سنة 1969 للميلاد رحمه الله رحمة واسعة وأفاد بعلمه وأسكنه فسيح جناته بعد ذلك نجد أن عبد العزيز العتيقي قام بهذه الأدوار أيضا في أماكن مختلفة فقام به في بيته في المجمعة وقام بتعليم العلوم الدينية والعلوم العصرية معها ونبذ البدع وقام بذلك في الهند وفي أندونيسيا وفي الملايو وعندما قابل زعماء المسلمين في الهند كان له تأثير كبير بينهم من ذلك أن أحد كبراء هؤلاء العلماء الهنديون وهو السيد شوكة علي أرسل رسالة إلى الملك عبد العزيز وهذه الرسالة نشرها الشيخ عبد العزيز العتيقي نفسه في مجلة أم القرى وقال أنه بعدما كنا نتشكك في هذه الدعوة الدعوة السلفية نحن الآن من أنصارها أنا ومن معي من العلماء كما في الوثيقة الثالثة ومعي كبار زعماء المسلمين في الهند وعلماءهم هذا هو نتيجة العمل الطيب والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي مارسها عبد العزيز العتيقي بالهند حيث كان يتقن هذه اللغات يتقن بالإضافة إلى اللغة العربية اللغة الإنجليزية التي تعلمها في دار الدعوة والإرشاد واللغة الهندية التي تعلمها في أسفاره السابقة بلغ من اهتمام من اهتمام الشيخ عبد العزيز العتيقي بالعقيدة الصحيحة أنه عمل عملا فريدا من نوعه قل أن يوجد له يوجد له مثال في نسخ الكتب والمخطوطات فالمخطوطات عادة كانت تنسخ لقلة مصادرها ويتم تداولها بين طلبة العلم ولكن عبد العزيز العتيقي نسخ كتابا مطبوعا لماذا نسخ كتابا مطبوعا؟ ذلك لأهمية هذا الكتاب في مسألة العقيدة وقلة النسخ المطبوعة والكتاب ألفه السيد جمال الدين الأفغاني من أقطاب المدرسة السلفية الإصلاحية واسمه الرد على الدهريين وترجمه من الفارسية تلميذه وصاحبه الإمام الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر لمساعدة أحد الأفغان وهي الوثيقة الرابعة قال عبد العزيز العتيقي في غاشية الكتاب ونقلها من نسخة الطبع لقلة وجودها الفقير إلى ربه القدير عبد العزيز بن محمد العتيقي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين لماذا فعل عبد العزيز العتيقي وتجش معنا نقل كراسة كاملة وكتاب كامل لأن لهذه الرسالة أهمية كبيرة في الرد على الدهريين وأصحاب العقائد الفاسدة من القائلين بالمبادئ المادية وأن المادة والطبيعة هي التي صنعت الكون وهي قادرة على كل شيء وهي التي تقوم بالنشوء والارتقاء كما قال داروين ومذاهب من قبله مثل بولتير وجانجا وروس وغيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وشكرا لكم على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر